كل شيء بات ملوثا بهذه المنطقة السياحية التي تقع على نهر الفرات وسط الناصرية المصدر الوحيد للمياه تأثر بشكل كبير بعد إن تحول إلى مكبل النفايات ولمياه الصرف الصحي مسؤولون أكدوا أن هناك إجراءات قانونية تعمل عليها دوائر البيئة والموارد المائية لإيقاف هذا التلوث من تصريف المخلفات السائلة إلى الفرات فيما يخص الملوثات التي ترمى في نهر الفرات من قبل الدوار الحكومية هناك عدة إجراءات ودعاوة قضائية ضد مديريات المجاري والبلديات في رمي مخلفاتهم في الأنهار نحو كمديرية بيئة ذقار قمنا برصد هذه المصادر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من أوامر غليق وإنذارات وغرامات مالية وبعضها إلى إقامة دعاوة قضائية المخاطر الكبيرة التي يمر بها الفرات وما يتعرض له من انتهاك واضح جعل من الحكومة المركزية أن تعمل على تشكيل اللجنة المختصة لمعالجة أثر الملوحة والتلوث ومنع الانتهاكات المتكررة لغرض الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تتميز بها محافظة ذيقار بالاتفاق مع الأمان العامة للمجلس الوزراء حقيقة كان هناك جهد كبير والآن تم تخصيص الأموال وإن شاء الله خلال تسع أشهر سيتم قطع مشكلة مجال النجفة لشكل ربما أكثر من خمسين بالمئة من الملوثات في نهر الفرات الواصل إلى محافظة ذيقار وهذا جهد جيد الآن بقى عندنا محطات داخل محافظة ذيقار يعني في البطحة عندنا مشكلة في السوق الشيوك في داخل الناصرية وهذه المحطات الآن جزء منها تم رصد أموال إليها من خلال صندوق عمارة ذيقار للعام 2021 وفي العام 2022 راح يتم رصد أموال أخرى لتخلص من هذه المشكلة أكذا هو حال نهر الفرات الذي يشكو من رمي المياه الثقيلة والمخلفات البيئية الأخرى بات يشكل خطرا على البيئة الطبيعية في المحافظة لقناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار